حري بالقرآن أن تكون فيه أسرار ومغالق وأن تثار بصدد درسي وتأويل علامات استفهام كثيرة طبيعي جداً مثل الكون تخيلوا هذا القرآن لو كان كما يريد ويبغي بعض السذج وبعض الأغمار والأغرار وبعض الشانئين للقرآن والإسلام لو كان كتاباً مفتوحاً مفهوماً تماماً كما تفهم قصة بسيطاً تبه لا أقول لك حتى رواية عظيمة لأن الروايات الكبيرة العظيمة تحتاج إلى نقدة ويختلف فيها النقدة كل يذهب في طريق وله وجه ليس كذلك؟ معروف لا لا قصة صغيرة بسيطة رمزية أو حقيقية تسرد وتحكى لطفر صغير دون العاشرة لو كان القرآن كذلك أه كان يمكن أن يظن عاقل ممتلئ بالفكر والنظر أنه كتاب إلهي؟ يقول لك ما هذا الكتاب الإلهي الذي استنفذ أغراضه في عمر شخص واحد ليس في عهد أو عصر شخص واحد مفهوم تماماً يمكن حتى في جلسات أن ننتهي منه لا لا القرآن ليس كذلك ومن هنا المقطعات حروف أوائل السور هذه أسرار محشوة في هذا الكتاب الله فعل ذلك عمداً ترجمة نانسي قنقر